ازاي تقدر تفصل على رقب امريكي مجاني وبدون اي VBN وتقدر تستخدم كمان لبنك لو هو بيستخدم تابلت او تليفون مفيش في اي شريحة خالص او انت صاحب بيزنس تقدر تستخدم الواتساب الامريكي على الشيء تقدر تتواصل مع العملاء بتاعك دلوقتي نشرح ان شاء الله طريقة الحصول على واتساب او رقم امريكي لتفعيل الواتساب بطريقة فجانية وبدون اي VBN السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفيديو ده نتعلم مع بعض طريقة الحصول على رقم امريكي لتفعيل الواتساب بدون VBN وبطريقة مجانية دلوقتي مع بعض زي ما انت شايفين كده منزلين برنامج او طبي اسمه بينجيمين الطبي ده كي نروط التحويل موجود في الوصف او التعليقات دلوقتي لم روح عندي على بينجيمين ممكن قدر احصل عليه رقم امريكي مجاني والمرة واحدة واكتر من مرة زي ما انت شايف كده لما جي اضغط عندي على الواجهة الرئيسية دي واضغط اوكي كنا عليك بس بتروح عندك على كلمة وزي ما انت شايف كده هيفتح لك معاك الواتساب وممكن يدي لك رقم تبع الولايات المتحدة او رقم امريكي تبع الولايات المتحدة الامريكية دلوقتي انا لما جي روح عندي على الارقام او بروح عندي على البروفايل بتاعي زي ما انت شايف كده بتقدر تربح يوميا حوالي اتنين كوين علشان بتقدر تجمع الكوينات دي الكوينات دي انا مش شاريها بفلوس لكن انت بتقدر تجمع الكوينات دي من خلال تشيك ده يعني ممكن بس ما اضغط عندي على تشيك كده طبعا انت بمعاك الايفون هيساعدك كتير جدا دلوقتي انت بتروح تخرج من الاعلان وبتبدأ خلاص انت تبدأ تربح الكوينات دي وبيبدأ يضغط عندك في الرصيد زي ما انت شايف كده كزانك برضو لما تيجي تضغط عندك على كلمة واتش فيديو او مشاهدة الفيديو على طول بيزيد معاك الرصيد زي ما انت شايف كده هضغط عمدي على واتش فيديو بتبدأ تتفرج على الاعلان مدته تلاتين سريا وبيبدأ يضاف معاك الكوينات تمام انا اتفرجت على الاعلان وقال لي تم استلام المكافأة بخرج خالص وابدأ استلام المكافأة بتاعتي طبعا انا ممكن اعمل كده اكتر بالمرة زي ما انت شايف حتى كمان الفيديو الاعلاني فتح لما تيجي برضو تفتح بينجي مي عمدك على الايفون بيبدأ سعر الكوينات اغلى شوية من الايفون او بتحصل على كوينات اعلى شوية في الايفون بدل الاندرويد دلوقتي خلاص انا هاخرب كده من العملية اللي نعملتها في بينجي مي في الايفون هنا طبعا ننزل الواتساب برضو علشان نكون وقعين مع بعض دلوقتي هنروح عندنا على كلمة نمبر او الارقام طبعا هيظهر لك هنا في ارقام افتراضية لو ما ظهر لكش اي حاجة روح عندك على ومن هنا بتختار الواتساب طبعا تقدر تختار حاجات تانية غير الواتساب عندك امازون بيبال الواتساب عندك عندك حاجات كتيرة جدا بس انا اختار الواتساب وممكن كمان اختار الولايات المتحدة الامريكية بس انا لقى سعرها غالي شوية مقررة بالكوينات اللي معايا انا ممكن اختار المملكة المتحدة او ممكن انت برضو براحتك على حسب الكوينات اللي معاك تختار الولايات المتحدة الامريكية لكن انا اختار اللي هو زي ما بتشايف كده بختار اول واحدة هنا اللي هي تمام بعد كده بضغط عندي على كلمة اضغط عندك على كلمة لو انك هنا في مشكلة في الدفع ارجع تاني وحاول تزود الكوينام بتاعك انا هرجع تاني كده شوية وبعد كده بروح عندي عن البروفايل وببدأ اتفرج على الفيديوهات لحد ما يجي الكوينام بتاعتي تزيد وهرجع لكم من جديد بعد كده عندك بتروح على اضغط عليها ضغطة كده وتختار عندك اضغط عندك على العلامة اللي فوق دي علشان اني انت هتختار الواتساب هنرجع كده مع بعض نختار الواتساب ممكن تختار بقى البيبال ممكن تختار امازون امريكي ممكن تعمل اي حاجة انت عوزها لكن انا هختار الواتساب زي ما انت شايف كده لكن احنا هنستخدم الواتساب بس دلوقت او ممكن تستخدم تشار جي بي تي عادي جدا طيب دلوقتي بروح عمدي على يونيتد كينجدوم اللي هي بلاس فور فور او يونيتد ستيت اللي هي بلاس وان اللي هي الولايات المتحدة الامريكية لو انت حابب تضيف رقم امريكي استخدم الرقم ده او لو انت حابب تستخدم الولايات المملكة المتحدة استخدم يونيتد كينجدوم اللي هي بلاس فور فور انا بحب ان انا استخدم بلاس فور فور احسن من بلاس وان يعني أفضل من بلاس ون لكن تنا لو عايز تستخدم بلاس ون اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية أو رقم أمريكي ممكن تضغط عليها ضغطة كده وتختار نيويتت كينج دون لكن أنا هرجع ثاني كده في المملكة المتحدة هنأ بقول لك هتستخدمه شهرياً ولا تستخدمه مرة واحدة لو أنت تيجي تستخدمه مرة واحدة هيبقى أوفر لك كتير يعني استخدمه مرة واحدة بس اضغط عليه انه لاما لونها بنك دي اضغط عليها ضغطة بعد كده بتضغط عندك على كلمة نيكست لحد ما يجي يظهر لك الرقم اللي قدامك ده طبعا انت زهر لك الرقم الامريكي ده روح عندك على الواتساب تفتح الواتساب بتاعك وتكتب هنا الولايات المتحدة او المملكة المتحدة اكتب بس في السرش فوق بلاس فور فور او بلاس ون على حسب ما انت اخترت يعني انا هكتب هنا بلاس فور فور تمام وضغط عندي على كلمة بحث هيزرع على طول زي ما انت شاهد كده المملكة المتحدة اضغط عليها ضغطة كده وبتبدأ تكتب الرقم الامريكي او الرقم الخاص بالمملكة المتحدة عندك هنا على تلفونك اللي هو 74661 99148 زي ما انت شاهد كده انا كتبت الرقم الخاص بي بعد كي بتضغط عندك على كلمة التالي قالك هنا جاري استرداد بيانات حسابك لو فيه اي بيانات او دردشات وكده هنا بقول لك الرقم هذا هو الرقم الصحيح اتأكد بس ان هو نفس الرقم اللي مكتوب عندك فيه الطبيع الخاص ببينجي مي بعد كده اقول له هنا نعم بتستنى بقول لك جاري ارسال الكود طبعا انت تستنى شوية قالك لو قالك هنا لم نتمكن من ارسال رسالة نصية لرقم هاتفك الرضاء التأكب بعد ساعة هتقول له هنا موافق وكل عاديك هنا بتروح عندك تعمل رفرش عند العلانتين اللي فوق دول طبعا حاولت احط معكم الواتساب او الرقم الواتساب الخاص بيا هنا على التليفون على الواتساب اعمال لكن ما اشتغلش معي لكن هنقل معكم كده على الواتساب العادي هضيف الرقم الامريكي بتاعي هنا بعد بقول له كده التالي تمام هتستنى شوية لحد يقول لك هل هذا هو الرقم الصحيح قول له هنا نعم وبعد كده بتستنى بقول لك جاري طلب الرسالة نصية بيبعط لك الكود عندك هنا هترجع كده هنا تعمل بس تضغط عندك على العلانتين اللي فوق زي ما انت شايف كده وصل لك الكود ووصلني هنا كمان الكود بتكتب الكود الخاص بيك هنا على الواتساب اللي هو 961 723 961 723 وبعد كده انت بالفعل بتسجل على طول رقم امريكي زي ما انت شايف كده قول له هنا متابعة وخلاص قول له سماه سماه وهنا بقول لك جاري البسخة ببحث عن نسخة احتياطية بتستنى شوية كده لحد ما يشوف اي نسخة احتياطية عندك في جهازك وبيبدا يضيفها على الرقم الامريكي انجليد طبعا هنا قول له هنا تخطي على طول اكتب اسمك قول له التالي استنى شوية كده قول لك جاري التهيئة وبكده احنا انشأنا رقم زي ما انت شايف كده روح عندك على الاعدادات عندك على الحساب وبعد كده هنا بيضاف معاك في رقم الهاتف زي ما انت شايف كده عملنا واتساب امريكي طيب دلوقتي انت مش حابب الواتساب ده او البلاس فور فور ممكن تستخدم اه الولايات المتحدة الامريكية طبعا برضو بسعر يعني بسعر قليل وبرضو روح عندك على يونيت وبعد كده اختار تمام وبعد كده برضو اقول له نفس النظام الليك محتاج تستخدمها مرة واحدة بس عشان يخفض عليك السعر وتقول له لكست وبرضو لو انت محتاج ارباح او محتاج فلوس ترجع تاني تضيف الفلوس في الاعلانات بس ان اخترت يونيتا تكن جدوم لانه سعره شوية يعني حنيا عن بلاس ون اللي هو الرقم الامريكي وبكده انا استخدمت الرقم اا الامريكي علشان اطلع به على الواتساب او افعل بي الواتساب بدون اي فيبان وبطريقة مجانية لو احتاجت اي حاجة توصل معي في التعليقات وانا ارد عليك ان شاء الله وضمتم بخير مع السلامنا اشتركة متgenes عوpp ا значит اشتركوا في القناة